وعشان نعيش بسلام الحكمة الربانية لازم نتصف بثلاث صفات الصفة الأولانية الطيب والصفة الثانية عدم التوقع والصفة الثالثة العطية أي بلا سمن عشان نتحقق إن الحياة الطيبة لابد أن ندرك ما معنى قوله تعالى فلنحيناه حياة طيبة الحياة الطيبة عشان أنا أستطيع أفهم الحكمة الربانية لازم أفهم يعني إيه الحياة الطيبة الحياة الطيبة حقيقة هي الحياة في حضرة الطيب سبحانه وتعالى لأن حضرة النبي يعلمنا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فما دومت أنا ربنا قابلني في هذه الحياة فسيطيب حياتي فالطيب والطيابة أقرب إلي من نفسي لو أن أنا أردت وعشان كده لا تكون إلا في حضرة الطيب وأنت يبقى الله سبحانه الطيب يعني إيه يعني سبحانه وتعالى اللطيف ربنا سبحانه وتعالى ودود ربنا سبحانه وتعالى كريم ويجي رمضان بقى يحسسنا ويفكرنا بده فرمضان مش فرصة رمضان وسع لأن الفرصة ممكن تروح لكن رمضان واسع فرصة واسعة عشان نستطيع أن احنا ندخل في الحياة الطيبة بكل تفاصيلة ونفهم عن الله سبحانه وتعالى كل جمال ممكن يوصلنا إلى البقاء في حضرة الله ولذلك رمضان شهر بأكمله عشان نتدرب ونتعلم البقاء في حضرة الطيب فنتعود على الحياة الطيبة شوف ناس كتيرة بتقرأ عن الذنوب وبتتخلص من إدمانات القلوب في رمضان ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى فتح خزائنه في رمضان تاني حاجة عشان تقدر تكون من أهل سلام الحكمة الربانية أن أنت لا تتوقع يبقى لا تتوقع وترسم السيناريوهات في العلاقة اللي بينك وبين ربنا ولازم السيناريوهات تتنفذ وإذا ما حصلتش تسخط لأنك إذا فعلت ده وصلت الأخضر درجة في عدم التمأنينة لحكمة الله وأكثر آية بتوضح المعنى ده قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يبقى إذن علينا أن احنا نبطل سيناريوهات نبطل توقعات فيه فرق كبير ما بين التخطيط والأخذ بالأسباب وبين أن أنت تجعل حياتك بالسيناريو معين فإذا ما حصلش السيناريو ده تعتبر أن حياتك كلها ضاعي وعشان كده لازم تبطل حكاية المؤيدة وقبض التمن في العطية عايز تعمل الطاعة وتقبض التمن وعلى ذلك لو أنت معملتش الطاعة تنتظر أنت لإيه؟ الانتقام من ربنا الحقيقة مش هو ده مش هو ده العايش مع الله ولذلك إذا كنا عايزين نجرب العايش بسلام الحكمة الربانية لابد أنك تتعلم أول خطوة لازم تتعلمها لابد أن تتعلم أن كل شيء قدره الله لك فتعود إلى رؤية الخير فيما أصابك ولذلك تكرر دايما ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة فتنة يعني إيه؟ محدش أول ما يسمع الفتنة فتنة يعني امتحان يعني عصق لا خالص الله سبحانه وتعالى يبتلك بالخير ويبتلك بالشر ليه؟ لكي تخرج أحسن ما فيك يبقى الله سبحانه وتعالى لو أنت شايف أن المصائب بتضغط عليك فهذا ضغطه ليخرج أحسن ما فيك لأن بعض الأشياء تكلست داخلك فأنت تحتاج إلى هذه التكلسات أن تتكسر لكي تخرج الفطرة التي فترك الله عليها فلذلك المصائب والشدائد دي مش جاية عشان تكسرك بل جاءت لتكسر الجدار الذي على قلبك الذي أنشأته نفسك الأمارة بالسوق يبقى الضغوط دي مش جاية ليك دي جاية نفسك الأمارة بالسوق فما تخليش الضغوط دي تضغط على قلبك خلي الضغوط دي تضغط على نفس الأمارة بالسوق كل ما يجي لك مصيبة كل ما يجي لك تغطو لا أيوة ربنا عايز يعلمني أن الحياة لا تكون على مراده ولكن تكون على مراده ولذلك هو فعال لما يريد